ازيكم يا جماعة معايا كونر دل انا من الحلقة التانية من الموسم التاني من بليتش ارك حرب الالف عام الصراحة الحلقة دي ما خلتني شطم من حبتين اول حلقة كانت جميلة جدا الرتم كان سريع وحسيت ان احنا خلاص الاجواء الملحمية هندخل فيها ولكن في الحلقة التانية الموضوع كان بطيء شوية ما كانش فيه احداث كتير ايوة كان فيه شوية حاجات مثيرة زي اللقطة الاخيرة ان خلاص هيقدروا يستكشفوا الطريقة ان هم يرجعوا بيها البانكاي ولكن برضو يا جماعة حاسس ان فيه شيء مفقود فيه الجزء الملحمي اللي انا منتظره من نهاية بليتش احنا خلاص بنختم انا ببليتش يا جماعة فانا منتظر حاجة تخليني فعلا على حفة الكرسي زي ما بيقولوا اللي هو لا تزال قتلات ايوة متوسطة وجميلة ولكن مش بمستوى نهاية انا بليتش في الاول بتشوف ان فيه اجتماع للستان ريتر وبنشوف ان هاشفالد خلاص بيقول الاوامر بتاع القائد الكبير بتاعهم يوهاباخ بيقول ان هم هيهجوموا على طول وهيخلصوا على كل الاعداء بسرعة جدا اللي هم مستعجلين وكمان هيستعملوا البانكاي اللي تم سرقته منهم في القضاء عليهم عشان يحسوا ان خلاص كل حاجة متضمرة من الاول المهم بنشوف ان هم فعلا بيهجوموا على المناطق بسرعة جدا يعني حرفيا ظهروا من العدم كده وده عرفنا بسبب ان هم اوريدي كانوا هناك بسبب الضلال والريتش الكتير جدا الموجود في المنطقة فعشان كده في البرت الاول شوفناه بينسحبوا بسرعة جدا ودلوقتي في البرت التاني بيظهروا من العدم فبتشوف ان هاشفالد بيظهر مرة واحدة للقائد كيوراكو وبيظهر واحد تاني لمايوري برضو قائد الفرقة الثانية عشر ولكن واضح ان بقى ميرو ده فاهم اللعبة وشوفنا ان هو جاي بلبس غريب جدا من اور الدنيا وكمان بيقول حاجة مهمة بيقول انا عارف انت بتطلعوا منين وبتخطفوا منين من اخر مرش فتكو فيها بتهربوا او بتنسحبوا ساعة ما كانوا بيهربوا في البرت الاول عرفت ان الضلال هي السبب فلذلك في مختبر العلوم انا من اور الدنيا كلها ومش سايب نقطة ضل لوحد وكمان واضح ان الزي بتاعه ده هيكون نقطة ضعف كبيرة جدا ليهم ما نعرفش هيستعمله ازاي بالظبط ولكن واضح ان هو واثق وواثق ان هو الوحيد اللي ممكن يقاتل من غير البانكاي عضو السترن ريتر كان عايز يعمل العيب سخيفة كده ويقدر يوقعه في الفخ ولكن طبعا مش على القائد ما يريد بالنرجع تاني اللي هاش فالتو بتشوف ان هو لسه عالق مش قادر يعمل حاجة بسبب قدرة نائبة القائد اللي هي اسمها كيتو اتوقع القدرة ولكن بتشوف ان هو بيوبخها وبيقول لها مفروض القدرة دي كنت تطوريها مش فقط تفضلي مستسلمة انك تستعمليها هنا بس المهم شكل هاش فالت هيفضل متعلق للاخر كده وهنشوفه بعدين القتالين بقى اللي المفروض ان هم اهم قتالين في الحلقة دي اللي بتشوف فيها اتنين من القدرة خلاص بيتخلص عليهم المفروض ان هم خلاص انتوا اللي هو القائد هيتسو جايا وسايفون القتال ما بين باسبي وهيتسو جايا هو قتال جميل ايوه هيكون رهيب جدا ولكن لو قتال كان في نص احداث بليتش مش في اخر ارك وفي اخر ملحمة خلاص يا جماعة احنا القادة اللي عاشنا معاهم فترات كتيرة جدا واحدث كتيرة المفروض دي اخر لحظات ليهم فالصراحة القتال ده المفروض ما يكونش بمستوى نهاية الانمي بليتش ولكن انا متأكد ان هيتسو جايا هيرجعلينا تاني بالبانكاي بتاعه بقى ولا باي طريقة ممكنة ولكن شفنا ان الموضوع ما طولش خالص وبس بيقدر يخلص عليه بسراعة نفس الكلام المفروض انها بتشوف لعطات مؤثرة مع عضو من اعضاء فرقة سيفون الشخص اللي كان بيحاول يحمي اخته وشفنا ان هو بيتلقى ضربات قاسية جدا انا مش عايزة تكون قاسي برضو ولكن انا عارف ان المفروض لعطات دي تكون نوعا ما حزينة ولكن برضو ما وصلتش لمستوى نهاية انامي بليتش يا جماعة طبعا احنا في اول حلقتين انا مستعجل اوي انا عارف ولكن برضو اتمنى ان مستوى لعطات الحزينة القتالات والحوارات تبقى اتقل بكتير من بدري انا متأكد ان احنا هتشوف الكلام ده ولكن انا بتمنى ان ده يظلينا من اول حلقات في البارت ده على طول المهم بتشوف برضو قتال سيفون بقدراتها الجديدة ولكن برضو بيتخلص عليها على طول وكده من اول هجوم لهم على طول اتنين من القادة بيتخلص عليهم ومايوري بيستشعر كده اصلا وفي اخر لقطة بتشوف القائد مايوري هو بيجيله اتصال من عرهارة وبيقول له انه اخيرا عرف طريقة يسترجع بيها البانكا وهي دي النقطة لها كنت متوقحة صراحة مية في المية من البارت الاول لان بعد كل الانهزمات دي والقادة بيتخلص عليهم بسرعة جدا اكيد طبعا مش هتتختم القصة من غير ما ابطالنا يستعمله البانكا فعش كده انا بقول في نفسي القتالات دي نص نص لسه يعني ما وصلوش للمستوى ولسه فعلا لما يوصلوا لانهم يسترجعوا البانكاي هنا هتبقى الحرب والملحمة الحقيقية هلا هو حلقة جيدة الصراحة بالنسبة لي جيدة اتمنى ان هي كانت تكون ممتازة انا مستعجل جدا في الموسم ده لان في الموسم ده وفي تختيم قصة بليتش المفروض كل حلقة بتخليني في مستوى من الحماس والدراما مش طبيعي المفروض كل حلقة تبقى احسن من اللي قبليها عشر مرات المفروض كل حلقة تبقى ممتعة لدرجة مستحيلة ده المستوى اللي انا منتظره من انامي ضخم زي انامي بليتش الحلقة الجميلة متفهمونيش غلط ولكن انا مستني حاجة اكتر من كده احنا لسه في اول حلقتين يا جماعة خلينا ننتظر ونشوف خصوصا ان ايتشكو لسه مظهرش في الاحداث فالولي رأيكم في الكومنتات هل بتتطفقوا معي في الكلام اللي قلته ولا انتم شايفين حاجة مختلفة ومتسوش اللايك والاشتراك الكلام ده بيفرق جدا وكان معيك ونرد العالمين